فسر مراقبون البيانات المشتركة بين تحالفي تقدم والعزم بخصوص توحيد الرؤى للمرحلة المقبلة بالنضوج السياسي والعقلانية الواقعية لمنع تكرار تجربة الحزب الإسلامي وخسارة ثقة أبناء المكون مشيرين إلى أن تحالفا من 64 نائبا سيكون محورا مركزيا في انضاج التفاهمات على شكل الحكومة المقبلة وبما يعيد رسم مشهد التوافق عند الشيعة والكردة وأشار إلى أن توحيد البيت السني على قاعدة المصالح والتحديات الاستراتيجية يزيد من فرص تحقيق المطالب في إعمار المناطق المدمرة بالحرب على الإرهاب وملف النزوح والمغيبين وأربع إرهاب ليدخلوا إلى الاستحقاق الدستوري الجديد من باب شراكة الأقوياء عكس التحالف الفردي الذي لن يحقق المطلوب من الإنجازات الوطنية ويرى المراقبون أن رئاسة البرلمان لن تكون العقدة في المنشار لأن توافقات سياسية قد تغير بوصلة الرئاسات الثلاث في اليوم المقبلين وبالتالي فإن توحيد البيت السني على قاعدة الشراكة والمصالح العليا يمنحه هامش المنور لتحقيق المطالب بينما التباعد يفقده ثقة الشركاء قبل المكون ترجمة نانسي قنقر